كمشجع لريال مدريد أنا حقيقي بحب زين الدين زيدان المدير الفني زي ما كنت بحبه كلعب أي حد تفرج على ريال مدريد الموسم اللي فات يقدر يشوف إزاي الموسم ده زين الدين زيدان حول الفريق وأعاد إحياءه مرة تانية لطريق البطولات وده اللي هنتكلم عليه النهاردة في حلقة صبورة في الجول في حاجة تانية هنتكلم عنها وهي بالنسبة لي الأهم في الحقيقة ستايل زين الدين زيدان ناس كتير يمكن أو أنا حاسس أن زين الدين زيدان مشواخد حقه وسط المدربين الكبار في العالم عنده الجمهور يمكن لأن الناس عارفة أن بيب جورد يولا هو أسطورة التيكي تاكا جوزي مورينيو أستاذ الدفاع أنتونيو كونتي يعني الروح والقلب الإنجاز بتاع دياجو سيميوني في تحويل فريق صغير لحاجة كبيرة وواضح لكل لكن زين الدين زيدان مالوش كورة معينة يمكن بالمناسبة تكون هي دي أول نقطة مميزة لزين الدين زيدان أن الراجل ده بيلعب كورة يقدر يعمل بيها أي حاجة بنشوفه وبيعرف يهاجم بنشوفه وبيقدر يدافع بنشوفه وبيضغط عالي بنشوفه ويقدر يرفع الرتم ويبطقه زي ما المباراة محتاجة وهي دي سر إنجاز أو عظمة زين الدين زيدان خلينا نشرح على الصبورة بالمناسبة أي مدير فني أو معظم المديرين الفنيين بيبقى أصولهم كلعيبة مأثرة جدا على أفكارهم في التدريب يعني بيب جورديولا كلاعب ارتكاز أكتر حاجة كانت مهمة بالنسبة له البلدوب بناء اللعب الاستحواز الاحتفاظ بالكورة زين الدين زيدان كصانع ألعاب هو بالتأكيد أكتر واحد أضرب إن أي فريق عنده صانع ألعاب زين الدين زيدان يقدر يتحكم في إقاع المباراة والتحكم في إقاع المباراة هو زيدان ستايل ستايل بتاع زين الدين زيدان إنه هو اللي يبقى متحكم تماما في توجيه المباراة سواء في رفع الإقاع أو خفض الإقاع وده عن طريق إنه هو يصنع ويحط أكتر من صانع ألعاب في أرض الملعب وعشان هو أصلا صنع ألعاب عارف كويس قوي احتياجات صنع الألعاب إيه احتياجات صنع الألعاب إن يكون فيه ناس بتتحرك في خط الهجوم بشكل كبير فكان بالنسباله مثلا كريم بن زي ما بيلعبش كراس حربة هو كان بيلعب تحت راس الحربة كريسيان ورنالدو ما كانش راس حربة صريحة لقد ما هو كان بياخد الحرية في الحركة من الجناحين هو بيخلق أهداف متحركة لصنع الألعاب النقطة دي بقى مهمة جدا صنع اللعب بيحتاج حاجتين بيحتاج وقت يقف بيه على الكورة وعشان يلاقي الوقت ده لازم يكون فيه مساحة قدامه يستلم فيها الكورة براحته ويتحرك زي ما هو عايز وعشان تخلق لأي لاعب مساحة في العمر لازم ظهرين الجنب يكونوا طيرين وعشان اسكو يلاقي القدرة على إنه يتصرف بإبداع يغلط حتى أو يعمل أي كورة ممكن تبقى فيها رزق يراوغ فممكن تتقطع منه لازم اسكو يحس بالأمان لازم اسكو يحس أن أول مكورة تتقطع منه أو لازم ريا المدريد أول مكورة تتقطع من اسكو يحس بالأمان عن طريق أنه يحط هنا توني كروس لجابها اليسرى يحط لوكا مودريتش لجابها اليومنا ويأمن كروس ولوكا مودريتش اللي أحيانا هما كمان بيتحاولوا صنع ألعاب اسكو بيتحرك بين الخطوط بالمنظر ده فبيسيب قلب الملعب لتوني كروس يبقى هو صنع الألعاب هو زن دين زيدان بتاع أرض الملعب أو لوكا مودريتش اللي يبقى هو زن دين زيدان بتاع أرض الملعب ووقتها اللي بيحميهم كازاميرو يبقى احنا بنتكلم عن مدير فني خلق ثلاث صنع ألعاب لريال مدريد وفي نفس الوقت خلق كل اللي محتاجه صنع الألعاب مساحة عن طريق أن مارسيلو وكربخال طيرين طب إزاي اللي اتنين دول يطيروا عن طريق أن صناء اللي ارتكاز يأمنهم بطريقة الدياموند أو طريقة 42112 اللي ريال مدريد كان بينفزها بمعنى أن توني كروس يتحرك للقلب ياخد معاه هو الجناح فوقتها مارسيلو يقدر يطير طيب الجناح رايح على مارسيلو توني كروس هو اللي يفتح الملعب فيضطر يشد الجناح فهم مارسيلو يدخل للقلب مارسيلو بيعرف يتصرف في القلب طبعا مارسيلو واحد كان من أحرف الأجنحة اللي جات في تاريخ ريال مدريد بالطرق دي وبالأفكار دي وبالطريقة بتاعت إن أنا أخلق صانع ألعاب دائم موجودة في وسط الملعب وخلق له الأمان بإن أنا أحط له ارتكاس في ظهر وارتكاس في ظهر الارتكاس اللي في ظهره أنت بتتكلم في أن زين الدين زيدان قدر يكسب فريق بيضغط عالي بقوة زي ليفربول قدر يكسب فريق ما بيضغطش عالي بقوة وبيلعب بأمان دفاعي أكتر وبيلعب بتلاتة مدافعين زي يوفينتوس قدر يكسب أطلتكو مدريد اللي بيأمن بخطوطه كلها وبيحط كل خطوطه متكتلة قدر يكسب كل الفرق اللي قابلته في الثلاث سنين اللي ريال مادريد توج فيهم بدوري أبطال أوروبا نيجي بقى للمرحلة التانية اللي كانت صعبة جدا 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 وهي عودة زين الدين زيدان زين الدين زيدان لما رجع شاف المشكلة اللي كانت موجودة عند الفريق في الموسم اللي فات المشكلة اللي كانت موجودة عند ريال مادريد وهو بيلعب مع لوبيتيج على سبيل المثال أو سانتياجو سولاري بعد كده اللي حصل إن كريستيانو رونالدو رحل عن ريال مادريد فأصبح ريال مادريد بطيء في الضغط على الخصوم كريم بن زيمة بقى هو السنتر اللي موجود في الفرقة اسكم وتراخل الطموح انخفض المشكلة بقيت إن ريال مادريد خطو الأمامي ده ما بيساهمش في الضغط على الخصوم بأي طريقة ممكنة وبالتالي بمنتهى البساطة الخصوم كانوا بيقدروا يتحركوا بالكورة من غير أي ضغط فتقدر تعيد أي جون دخل في ريال مادريد في المرحلة دي أو طبعا معظم الليجوان اللي دخلت في ريال مادريد في المرحلة دي وتشوف إن إزاي بمنتهى البساطة ريال مادريد بيلعب بتفاع عالي لإنه ريال مادريد لإنه هو ده الطبيعي بتاع الفرق الكبيرة لكن في نفس الوقت بما إنه محدش بيضغط عليك فسهل جدا إن أي حد ينتقل بين خطوط الفريق ويستلم الكرة بمنتهى الآريحية اللعب هنا واخد حرية مفيش أي حد بيضغط عليه وبالتالي قادر يطلع البسط بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة ووقتها أصبح صعب جدا إنه أي حد من لعبي وسط ريال مادريد يساعد ويلاقي نفسه هو القادر على حماية خط الوسط من ثلاثة دايما كانوا بيتكتلوا على ريال مادريد وونس إنه كورة أو أول ما كورة كان بتوصل هنا بمنتهى البساطة أي حد بيجري ما بين الخطوط كان يقدر يستلم البسط بأي طريقة ممكنة وظهر بقى الفريق عاجز معجز كمان وكل لاعب ظهر عاجز طيب زيني دين زيدان عمل إيه لما جه قسم اللاعباء لأكتر من نوع النوع الأولاني زي مارسلو شكرا ما كانك على مقاعد البودلاء فيرلين مندي أنت الأساسي في الفترة الجاية واحدة من الصفقات اللي كانت مهمة ريال مادريد مش مهمة عشان مندي أقوى من مارسلو أقوى في التاقة وفي اللياقة البدنية أقوى في الضغط على الخصم طبعا النقطة الأهم كانت غالفيردي ريال مادريد عاد وطبعا فيه نوعية تانية من اللاعبين زي لوكا مودريتش اللي عاد ريال مادريد توزيع دوره في أرض الملعب علشان خاطر يقدر يستفيد منه بشكل أحسن ويقلل الضغط اللي عليه ويقلل المساحات اللي المفروض لوكا مودريتش يقطعها ريال مادريد عنده كازمارو عنده توني كروس اللي عاد مرة تانية كازمارو وتوني كروس عاد ووصلهم لأعلى مستوى وبالمناسبة دي واحدة من أهم مميزات زيدان انه قادر يخلي كل لاعب يجيب التسعة من عشرة بتاعته وبشكل ثابت اللي اتنين دول نضم ليهم فالفيردي فالفيردي ووجوده هنا مش وجوده مكان كازمارو كان مهم جدا هو في الأصل بيلعب مكان كازمارو لكن وجوده هنا كان دوره انه يضغط على الخصم هو هو اللي يعوض ريال مادريد عن الجزء اللي ناقص فيه وكانت واحدة من أحلى مباريات ريال مادريد الموسم ده قدام فالانسيا في السعودية في السوبر الأسباني لما لعب توني كروس كازمارو فالفيردي وبعد كده ابتدى بقى الطريقة الجديدة او الطريقة اللي نفسه يطبقها واللي اعتقد انه يطبقها في المباريات الكبرى اسكو ولوكا مودريدش مودريدش ما بقاش ارتكاز مودريدش بقى صانع لعب علشان خاطر يبتدي ريال مادريد يتحكم في الإقاع بان عنده تنين صنع ألعاب أساسيين وفي نفس الوقت يبتدي يبقى عنده القوة البدنية عن طريق الراجل ده فالفيردي يقدر هو اللي يروح يضغط ويبتدي لوكا مودريدش واسكو يتراجعه وتوني كروس يضغط فيبقى الضغط موجود عن طريق ناس لعيبة أقوية جدا واللعيبة اللي زي مودريدش واسكو يبتدوا يعملوا حاجة تانية يبتدوا يحاولوا بس دورهم مش الضغط على قد ما دورهم منع البصات السهلة للخصوم وبالتالي يبتدي ريال مادريد يبقى منظم في عملية الضغط فيقلل بشكل كبير جدا استحواز الفريق الخصم على الكورة فيرجع التحكم لريال مادريد لما بيكون التحكم على ريال مادريد بتبتدي بقى تتفرج عليك اسكو ولوكا مودريدش بيعملوا ايه؟ اسكو بيتحول لمهاجم تاني يبقى لوكا مودريدش هو اللي هيتحول لصنع اللعب يبقى ساعتها الارتكاز اللي ناحية اليمين هو اللي هيميل وياخد الجبهة اليمنى اللي هو بالفيردي بالفيردي ياما هيطلع كربخال ياما هو نفسه هيزيد واحد من الاتنين هيكون موجودين في الحتة دي وكازميرو ياخد المكان ده يأمن الناحية دي يبقى انت عندك امان من عند توني كروس وعندك امان من عند كازميرو توني كروس بيطير ورا اللعب علشان خطر يأمن فقدان الكرة لو حصلت من صنع الالعاب ويبتدي يبقى بيعمل الكاونتر بريسنج اللي ريال مدريد مشتهر بيه واقوى فريق بيعمله في العالم انه لو الكرة تقطعت من اي لاعب هنا هتلاقي في ظهره بسرعة لاعب يقدر يسترجع الكرة في وقت قصير ويبتدي يدور اللعب اول ما يدور اللعب ويبتدي ريال مدريد يستحوز ويبتدي ريال مدريد يبقى خطر على الخصم الخصم اوتوماتيك ليه بيتراجع لما الخصم بقى يتراجع لاداء الادوار الدفاعية بتاعته بالكامل وقتها بتشوف واحد من الحلول الجديدة اللي بتاعته تظهر مع ريال مدريد انه بيقولك ايه مش بما ان فالفيردي عنده النفس ان هو يرجع وطوني كروس عنده قوة في ان هو يغطي مساحات كبيرة طب ما لما الدنيا تبقى بالمنظر ده ما تخلي كمان كازميرو يزيد يبقى مهاجم ثالث يطلع في الكرات ويدي فرصة اما لاسكو ان هو يدخل مكانه كمهاجم تاني اما هو شخصيا يكون موجود فيبقى جوه منطقة الجزاء اكتر من حل للفريق بالتأكيد انا هنا مش بقول ان ده معناه ان ريال مدريد هيكسب كل البطولات لكن اللي انا عايز اقوله ان ضروري ريال مدريد حتى لو مكسبش اي بطولة سنالي يسيب زين الدين زيدان لان احنا بنتكلم في ان زيدان لا احلول لمشاكل بتوعيكو لكن انت مادتوش افضل اسلحة زي ما هو يستحق زي ما يستحق على ناحية اليمين حد كبير زي ما يستحق حد ما كان مارسلو علشان قاطر يكوفر وفي مباريات الكاس زي ما بتتكلم على ان ضروري يكون عندنا باك يمين افضل من كار بخال او افضل على الدكة الكار بخال زي ما انت محتاج سنتر باك ضروري يكون افضل من المستويات اللي احنا شفناها من مليتاوب فاحنا بنتكلم في ان انت محتاج تدعم الراجل ده بغض النظر عن نتيجة المباراة المقبلة وتحديدا مباراة منشستر سيتي اللي بيتشارك فيها زين الدين زيدان وبيب جوارديولا بحاجة مهمة جدا انا مش مصدق ان على الانترنت ساعات الواحد بيشوف ان جمهور بيقول على بيب جوارديولا فاشل او بيوصف ساعات مدربين كبار عملوا انجازات كبيرة زي جوزي مورينيو بالفاشل ممكن اتطفق مع انك مثلا تكون مدير فني كبير وبعد كده خفض بريقك كلنا شوفنا فابيو كابيلو العظيم وكلنا شوفنا فابيو كابيلو اللي عنده مشاكل كتير لكن انك توصف بيب جوارديولا بالفاشل طبعا يعني قبل ماتش ريال مادريد ومانشستر سيتي ريال مادريد عنده مباراة مع سيتي زيدان لو اتغلب هيبقى فاشل طب والثلاثة دوري ابطال اوروبا يعني ممكن الحظ يكون لعب معاف ماتش في دوري ابطال اوروبا الاولى او لعب معاف دوري ابطال اوروبا الاولى كلها طب والتانية طب والتالتة طب ولما كسب السنائية الدوري ودوري ابطال اوروبا بالتأكيد ريال مدريد ما عندوش مدارب فاشل يعني اكيد زينة دين الزيال مش مدارب فاشل بيب جوارديولا نفس الموضوع هل بيب جوارديولا مثلا لعيبة برشلونة هيال صنعت انجزاته طب ما هي نفس اللعيبة ديكانه مع فرانك ريكيرد حصل ايه هل بيب جوارديولا وشابي هم اللي صنعوا مجد بيب جوارديولا ولا بيب جوارديولا صنع مجد شابي وينيستا فصنع وفيقي جميعٰ شابي و metabolic برشلونة من الواهمي دي كانت اختراع مين ما هي بيب جوارديولا فإنجازات برشلونة ما كانتش أو إنجازات بيب جوارديولا ما كانش إنه كسب بطولة أو اتنين مع برشلونة هو غير الكورة ببرشلونة هو قدم كورة ما حدش قدمها تاني مع برشلونة فربما فشل في باير ميونيخ إنما هو مش فاشل هي تجربة فشلت وبالتالي إحنا بنتكلم على اتنين مديرين فنيين بالتأكيد كبار جدا واللي هيكسب فيهم في دوري أبطال أوروبا هيكون من المرشحين الكبار ويتفوز باللقب واللي هيخسر في دوري أبطال أوروبا مفترض إنه يحتطس بمكانه لأنه أثبت إنه مدير فني كبير والأهم بالنسبة لزيدان وبالنسبة لبيب جوارديولا إن كل واحد فيهم أثبت إنه هو قادر على التطور وقادر على تغيير شكل أي فريق بيخشه وهي دي النقطة اللي بتميز اللي اتنين مدربين دول ومعهم مدربين كتار بالتأكيد